طبعا ممكن تكون مفاجأة للناس في الوقت ده ممكن قريبك يهرب منك صاحبك يهرب منك اقرب الناس لك ممكن يهرب منك وممكن حد بعيد عنك يعرف الخبر ده يتبرع لو الفصيلة نفس الفصيلة طبعا الناس متشوكة دلوقتي عاوزة تعرف مين اللي هيتبرع بفص من كبده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد الهدف من قناتي اني اوصل لك رسالة وتأكد مية في المية انها مش اي رسالة هتكون رسالة ايجابية ورسالة هادفة والدليل على كلامي لو انت لسه اول مرة تشوفني او تسمعني ممكن تشوف كل الفيديوهات اللي موجودة على قناتي وتتأكد من الكلام ده ان شاء الله صحيح مية في المية معانا النهاردة حكاية لازم الكل يعرفها ممكن يكون في ناس عرفتها ممكن يكون في ناس مش عرفتها رسالة النهاردة اني اعرفها لك ووصلها لك وانت لو لقيتها رسالة فعلا تستحق النشر وصلها لغيرك وعرفها لغيرك وشاركها عشان الناس تعرف ان لسه الدنيا بخير قصة النهاردة تخلينا نقف عند كلمة الانسانية عند كلمة الوفاء عند كلمة التضحية عند حاجات كتير مقابل اللي انت بتقدمه هتلاقيه قصة النهاردة عبارة عن اتنين اتجوزوا من محافظة الشرقية عادي جدا وبعد ست شهور ظهر على الزوجة تعب او الالم راحوا طبعا يكشفوا بعد عمل التحاليل والكلام ده كله والكشف والفحصات تبين ان الزوجة مناعة الكبد عندها ضعيفة جدا ومحتاجة لزراعة الكبد او حد يتبرع لها بفص من الكبد طيب هنروح بعيد لا ما روحناش بعيد مين اول واحد قدم مين اول واحد قدم ان هو يتبرع لها بالكبد طبعا ممكن تكون مفاجأة للناس في الوقت ده ممكن قريبك يهرب منك صاحبك يهرب منك اقرب الناس لك ممكن يهرب منك وممكن حد بعيد عنك يعرف الخبر ده يتبرع لو الفصيلة نفس الفصيلة طبعا الناس متشوكة دلوقتي عاوزة تعرف مين اللي هيتبرع بفص من كبده اللي هيتبرع الزوج اللي هيتبرع الزوج ولو حسن الحظ بعد الفحوصات والتحاليل وكل حاجة اثبتت ان الفصيلة نفس الفصيلة فصيلة الزوج نفس فصيلة الزوجة اه هنا نقف عند مواقف كتير اللي انت هتقدمه او اللي انت هتقدميه هتلاقوه قدمت حلوة هتلاقيه قدمت وحش هتلاقيه وممكن يكون العكس ممكن يكون معي انسان كويس بس ما بيقدرش ممكن انا بعمله خير كتير وبتغضع عن حاجات كتير بس هو ما بيقدرش وممكن واحد تاني بتعمله مثلا الخير بتقدره بتساعده بتشجعه وبتلاقي المقابل اكتر واكتر واعظم من اللي انت بتاخده او اللي انت بتدهوله هنا بيكون فيه توافق بيكون فيه تفاني بيكون فيه محبة بيكون فيه عطاء بيكون كل رسالة وكل خير بتلاقيهم بين الزوجين او بين الشخصين اللي هم متألفين مع بعض ومتحبين مع بعض الهدف من الرسالة دي ان عرف الناس ان لسه الدنيا بخير يعني انت متخيل بعد ست شهور جواز يظهر على الزوج التعب يروح يعمل الفحوصات والتحاليل آآ منعت الكابت تظهر عندها ضعيفة جدا واول واحد يتقدم بالتبرع لها زوجها لانه نفس الفصيلة ما فكرش ولا تردد انا طبعا عشان نعرف العملية دي اتعاملت فين دي اتعاملت في مستشفى جامعة الزكازيك بمحافظة الشرقية تحت اشراف معالي الوزير الاستاذ الدكتور اسمان شعلان تحية لكل الطاكم الطبي تحية لكل شخص برفع من شأن هذا الوطن تحية لكل واحد عاوز يخلي البلد في ابها صورة تحية لكل الناس اللي بتعمل خير آآ حابب اوجه الشكر لكل الكادر الطبي حابب اوجه الشكر للزوج اللي ضحى وما فكرش انه يخاف انه او انه يبعد او مسلا نقولك في حالات زي كده بنشوف فصيلة تانية ونشتريها وكلام من ده وتبرع لأ الزوج صراحة زوج وفي زوج مثالي زوج آآ عنده ووفاء عنده كل حاجة كويسة آآ هدفي من الفيديو ده زي ما قلت لكم يمكن انا بعيد من الكلام لان لان يمكن انا بعيد الكلام لان الكصة صراحة جميلة وعجبتني جدا واول ما سمعتها كرأتها مرة واتنين وتلاتة حبيت اعرف عنها لو انت شايف ان الفيديو ده فيه رسالة ايجابية او رسالة هاتفة اتمنى انك تشاركو وخلي الناس تعرف ووصل الرسالات الايجابية دي لكل الناس ولو انت اول مرة تشوفني سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او اي مكان اسمي على يوتيوب احمد علي شعلان وعلى الفيسبوك احمد علي شعلان لو انت حابب تشوف فيديوهات زي دي تانية ممكن تشترك في القناة من تحت الفيديو كلمة اشتراك دوس عليها هيظهر لك تلات اختيارات اول واحد مكتوب جنبه الكل اضغط عليه عشان يوصلك اشعار بكل فيديو في امان الله